وتعلم أنه ما وفقك الله سبحانه وتعالى لعباده إلا به هو يعني هو سبحانه وتعالى يوفقك لكل شيء فلا بد أن تشكره أنت مقبل على الملك إحنا نظر ده أنت مقبل على ربنا سبحانه وتعالى ده أنت تلبس أفضل شيء وتحط أفضل ريح وتخلي منظرك جميل وتعمل أفضل شيء لأنك مقبل على الله سبحانه وتعالى ألا وهي القلب قلبك طهر قلبك ونقق قلبك بسم الله الرحمن الرحيم الصديق العزيز إزايك كل عام وأنت بخير كل عام وأنت إلى الله أقرب نحن نعلم أنه بعد ساعات قلائل سنقبل على شهر عظيم وشهر كريم هذا الشهر اختصى الله سبحانه وتعالى لذاته ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه مع أول ليلة من شهر رمضان ستغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان وستصفض الشياطين ومرضة الجن يعني ما يحول بينك وبين طاعة الله إلا حاجة نفسك الأمر بالسوء فما تقعدش بقى تقول إيه ده الشياطين هي اللي كانت بتمنعني ده كذا ده كذا لا أنت ليس أو ما يحول بينك وبين الطاعة إلا نفسك الأمر بالسوء طبعا ممكن حدي يرد علي ويقول لي يا عبد الله أنا ما زرعتش ولا سئيت لا فرجب ولا فشعبان هل فوص برمضان أقول لك أن الله سبحانه وتعالى يطلع عليك في كل يوم وفي كل ليلة يطلع على ماذا يطلع على هذا القلب يطلع على قلبك في كل يوم وفي كل ليلة فإذا وجد الله سبحانه وتعالى في قلبك فعلا أنك تريد أن تفوز بهذا الشهر وتريد أن يغفر الله سبحانه وتعالى لك في هذا الشهر وتريد أن تكون من عطقائه من النار في هذا الشهر اعلم وتأكد حتما أنه ولا بد سيوفقك الله سبحانه وتعالى لذلك ولكن هناك شرط ما هو الشرط؟ أولا النية درقا واحد ثانيا أي خصومة بينك وبين أي حد يجب أن أنت تنتهي عنها على الفور أي حد تقول له سامحتك في الله يعمل الله لله سامحه لله رقم ثلاثة أن أنت هتقبل على هذا الشهر وأنت قلبك نظيف وطبعا نحن عارفين أن لو واحد جي قابل شخص ذو منصب أو ذو جاه بيلبس أفضل السياب عنده وبيحط أفضل الروائح وبيزين لحيته وبيزين شعره وبيعمل كل شيء جميل أنت مقبل على الملك إحنا نظر ده أنت مقبل على ربنا سبحانه وتعالى ده أنت تلبس أفضل شيء وتحط أفضل ريح وتخلي منظرك جميل وتعمل أفضل شيء لأنك مقبل على الله سبحانه وتعالى مع أول ليلة هتبيت النية وتتوكل على الله سبحانه وتعالى وتصل الصلوات في أوقاته فيش كلام دائما هتجد أن الأمر في البداية في بداية الأمر نعلم أن أي شيء في البداية بيكون صعب شوية ولكن بالتكرار وبالمران أن أنت تتمرن وتدرب نفسك وتهذبها بعد كده هتجد بص تلاقي الأمر بدأ يبقى ميسر معاك لكن لو أنت جدت بص لقيت الأمر مستصعبه وخسعته وكبرت دماغك خلاص هتجد بص تلاقي الشهر فات هوى وانت ما نلتش من صيامك إلا الجوع والعطش ونحن نعلم أنه رب صائم كان له إلا من صومه إلا الجوع والعطش خلي رمضان يعد عليك وانت يعني يا ربنا سبحانه وتعالى أراد عنك وانت مقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب طيب وقلب طاهر لأنه أنه في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألبك طهر ألبك ونقق ألبك اترك المعاصي والذنوب لأن المعاصي والذنوب دي هي التي تحول بين العبد وبين الطاعة يعني كل ما تعمل معاصية تلاقي نكتة يعني نقطة صودة في قلبك فلما تعمل معاص كتير تلاقي القلب كله أسود يعني كأنك بتصب بمية وقلب الكباية على جنبه فتجي بصة تلاقي المية ما بتدخلش أصلا في الكباية هكذا العبادة لله سبحانه وتعالى لو أنت قلبك مش نظيف الطاعة مش هتدخل جوه قلبك ولا تشعر بلذة الإيمان ولا تشعر بلذة الطاعة وتوكل على الله سبحانه وتعالى ويعزم أنت تفعل كل الصدقات في شهر رمضان وأقبل على الله سبحانه وتعالى بأفضل الثياب وأقبل على الله سبحانه وتعالى بأفضل الرائحة وتصدق لله سبحانه وتعالى يعني يقول لك ما نقص مال من صدقة ونعلم أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الحطب الناس بتسارع في الخيرات في هذا الشهر سارع في الخيرات وكن معهم كن معهم في كل شيء يعني نعلم أن باب الريان هو الباب الذي يدخل منه الصائمون في النهاية في الآخرة إن شاء الله تعالى فلما تكونش تدخل من باب الصدقات وتدخل من باب الصيام وتدخل من باب الزكاية تدخل من باب كل شيء جميل لما تكونش انت منهم فتوكل على الله سبحانه وتعالى وعز من انت تكون من الناس اللي هي تفوز بهذا الشهر ونعلم ان الصيام في شهر رمضان ليس صياما فقط عن الاكل والشرب احنا لسه ايلي من شوي طب هعمل ايه طبعا هتصوم عن كل المحرمات الصيام بس مش صيام اكل وشرب انت تصوم عن النظر الى محرم الله سبحانه وتعالى تصوم عن الكلام الفاحش تصوم عن النميمة تصوم عن الغيبة تصوم عن كل شيء انت كنت بتفعله في الايام السابقة يعني خذ الشهر دا كده يعني عزم انا يا رب توكلت عليك وبارك لي في هذا الشهر وانا عزمته يا رب يعني برغم انني قصرت في كل ما فات فيا رب اعيني على ان اكمل هذا الشهر وبارك لي فيه ووفقني فيه ووفقني للطاعة ووفقني لكل خير ووفقني لكل الطاعة التي ترضى بها عني واعلم ان الانسان يعني لابد ان يكون العمل الذي تفعله هو ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فاذا كان غير ذلك فاعلم انه يرفض فتوكل على الله سبحانه وتعالى واعزم من دلوقتي انك سيوفقك الله سبحانه وتعالى لذلك ونحن نعلم ان الانسان لا يوفق الا بالله سبحانه وتعالى فانت تحمض ربنا سبحانه وتعالى وتقول اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت كل هذه الأشياء الحمد والشكر وتعلم أنه ما وفقك الله سبحانه وتعالى لعباده إلا به هو يعني هو سبحانه وتعالى يوفقك لكل شيء فلابد أن تشكره طبعا إحنا عارفين أن أنت ستقبل على الملك ملك الملوك فتقبل عليه وأنت ليس في قلبك شحناء ولا بغضاء لأحد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من عتقائه من النار في هذا الشهر ونسأل الله سبحانه وتعالى قبل أن ننتهي من هذا الفيديو أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وأن ينصر إخواننا المرابطين في فلسطين وأن يثبتهم الله سبحانه وتعالى ويثبت الأرض من تحت أقدامهم وأن يقذف الرعب في قلوب اليهود وأن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم وأن يجعل الدائرة تدور عليهم وأن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين نصرا مؤزرا معجلا غير مؤجلا إن شاء الله وإن شاء الله بإذن الله يكون لنا لقاء في فيديوهات قادمة وحلقات قادمة في شهر رمضان الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته